أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي استمرار الحكومة في متابعة ما ينشر من أراء وردود فعل بالداخل وبالخارج منذ الإعلان عن طرح 32 شركة كطرح عام في البورسة أو لمستثمر استراتيجي وخلال اجتماع لمتابعة خطوات تنفيذ خطة الطروحات الحكومية أشار مدبولي إلى أن الحكومة تستهدف المضية في تنفيذ ما تم الإعلان عنه في هذه الخطة والتي تبعتها ردود فعل إيجابية تمثلت في طلبات من عدد من المؤسسات والشركات العالمية سعيا للحصول على تفاصيل أكثر أو للإعلان عن الاهتمام والرغبة في الاستثمار في السوق المصرية والاستفادة من الفرص الواعدة بها شكرا